أركض صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أن الاستثمار في الكوادر الوطنية وخلق الفرص الواعدة أمامهم أحد أهم ركائز مسيرة البناء والنماء في مملكة البحرين مشيرا إلى أهمية الاستمرار في تحفيز دور القطاع الخاص كشرك استراتيجيا فعال يسهم في رفض أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه جاء ذلك لدى زيارة سموه حفظه الله اليوم إلى مركز سيتي العالمي للتكنولوجيا وتفضله بتجشين المقر الجديد للمركز بحضور معالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني وسعادة السيد رشيد محمد المعراج محافظ مصرف البحرين المركزي وعدد من أصحاب السعادة من كبار المسؤولين حيث أشار سموه إلى دور المؤسسات المالية والمصرفية في رفض مختلف القطاعات الاقتصادية وتعزيز مكانة البحرين على خارطة الوجهات الاستثمارية الجاذبة لافتان إلى ما وصلت إليه مستويات الإيداع والابداع والابتكار بالتقنيات التكنولوجية في مجال الخدمات المالية والمصرفية بفضل ما تتمتع به المملكة من بنية تحتية رقمية متطورة وأشار سموه إلى سامات المؤسسات المالية والمصرفية في خلق مزيد من فرص العمل النوعية لأبناء الوطن منويه أن سموه بكفاءة الكوادر الوطنية العاملة في المجال المالي والمصرفي وما تمتلكه من مهارات وخبرات علمية وعملية متخصصة وقال سموه إن الجهود تتواصل لتنويع القاعدة الاقتصادية لمملكة البحرين من خلال وضع الخطط والاستراتيجيات المختلفة لكافة القطاعات والسقطاب المزيد من الاستثمارات النوعية التي تسهم في مواصلة خلق الوظائف النوعية للمواطنين وفق أولويات خطة التعافي الاقتصادي وبما يتماشى مع أهداف رؤية البحرين الاقتصادية 2030 من جهة عرب سيد ميشيل سوايا الرئيس التنفيذي لسيتي البحرين عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على ما يليه من حرص واهتمام بالقطاع المصرفي والمالي بمملكة البحرين الذي يسهم في تطوير الخدمات المصرفية والمالية مشيرا إلى أن الشراكة الاستراتيجية مع صندوق العمل تمكين ومجلس التنمية الاقتصادية عززت من دعم جهود مركز سيتي العالمي للتكنولوجيا ليكون جهة عمل جاذبة للشباب البحريني برهانا على ما يتمتعون به من كفاءة وموهبة في هذا القطاع كما جاءت الشراكة الاستراتيجية لتسهم في خلق وظائف مستدامة في قطاع التكنولوجيا المالية تعود بالنفع على القطاع والعاملين فيه وأكدت أليكساندرا برايكمان الرئيس التنفيذي للعمليات لتكنولوجيا مجموعة العميل المؤسسي في سيتي حرص المجموعة على مواصلة تعزيز تواجدها في مملكة البحرين كجزء من خطط التوسع العالمي لدى المجموعة مشيرة إلى أن انضمام الكوادر البحرينية المؤهلة للعمل في مركز سيتي للتكنولوجيا سيسم في تطور الفريق وتعزيز مختلف المجالات التكنولوجيا المبتكرة التي يقدمها المركز الجدير بالذكرة أن مجموعة سيتي المصرفية أطلقت مركز سيتي العالمي للتكنولوجيا عام 2021 ضمن شراكة استراتيجية بين صندوق العمل تمكين ومجلس التنمية الاقتصادية يهدف إلى خلق ألف وظيفة في مجال البرمجة على مدى السنوات العشر القادمة وقد جاء اختيار سيتي لمملكة البحرين لما تتمتع به المملكة من بيئة حاضنة للأعمال داعمة للنمو والتطور وتكافؤ الفرص ولما تسخر به من موارد بشرية معهلة حيث حققت الكوادر الوطنية أعلى معدل نجاح في الاختبار والمقابلات المتخصصة التي أجرتها سيتي في مجال البرنامجة مقارنة بالمناطق الأخرى نحو مستويات رحبة من التعاون والشراكة الاستراتيجية بين حكومة مملكة البحرين برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله من جانب ومن جانب آخر مع القطاع الخاص حيث تستثمر البحرين بطاقات أبنائها الوطنية الوعدة وتسعى لتطويرها وخلق فرصة نوعية أمامها بما يلب التطلعات والأمال وقد جاء مركز سيتي العالمي للتكنولوجيا ليؤكد على أهمية الاستمرار في تحفيز القطاع الخاص كركيزة أساسية لتنويع القاعدة الاقتصادية واستقطاب الاستثمارات النوعية التي تحقق تطلعات أبناء البحرين تشرفنا اليوم بقدوم ولي العهد ورئيس الوزراء بافتتاحها هذا الـ Global Tech Hub بيكون نواة لعدد من المشاريع التي توفر خدمات عالمية لكثير من خدمات الـ City Bank منها يعني كثير من الخدمات التي تعتمد من على التقنية وعلى المعلومات التقنية الحديثة لعامل البشر البحريني بيستفيد منها وبيفيد منها بالنسبة حق زيارة ولي العهد اليوم رئيس الوزراء كانت خطبة بالنسبة حق ندامة كبيرة وهي معناتها أننا كبحرينيين نعطي أكثر وأكثر علشان نقدر نواكب اللي قاعد يصبح بره وهي خطوة دعمة بشكل كبير حقنا هذا الشيء وجد مهم حق البحرين ككل قبل كون شوي العدد أقل بس الآن قاعدين نلاحظ أنه فيه أعداد قاعدة تزيد الزير معناتها ثقافة البحرينيين قاعدة أنهم يشتغلون على أنفسهم ويطورون من أنفسهم علشان نكون بنفس البستوى حق التكنولوجيا الخارجية فرصة نوعية للراغبين في تطوير كفاءاتهم وخبراتهم في مجالات التقنية والبرمجة يوفرها مركز ست العالمي للتكنولوجيا ويتيح مجالا لبناء القدرات البرمجية والاستفادة من تبادل الخبرات العالمية في مجال البنوك والصيرفة والتطبيقات المساندة التي تشهد في الأوينة الأخيرة تطورا كبيرا ونوعيا للعاملين ومتلقي الخدمات المالية والمصرفية على مستوى العالم المركز هو عبارة عن قفزة نوعية في سوق العمل وفي سوق الآي تي في البحرين المركز يوفر فرص كبيرة وكل الفرص اللي لها علاقة بالآي تي يعني الرسالة اللي أبغي أوجهها إلى الشباب البحريني اللي هو يحب الآي تي ويبغي يتطور في هذا المجال أن التيك هوب هنا أو مركز سيتي للتكنولوجيا يقاعد يدور أو يبحث عن المواهب والأقصد في الكلام هذا أنه بغض النظر عن لغة البرمجة اللي أنت تستخدمها بغض النظر عن الخبرة اللي متوفرة لك هني تقدر تقدم على سيتي وستي يقدم وهو عبارة عن بيئة حاضنة تنمي المواهب شباب البحرين على اختلاف تخصصاتهم ومجالاتهم العلمية والمهنية مع فرصة نوعية متزايدة لتطوير وتنمية مهاراتهم بدعم حكومي كبير بالشراكة مع القطاع الخاص الذي يشكل لبنة جديدة في تحقيق المزيد من المنجزات النوعية في الاقتصاد البحريني زيارة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء إلى مركز عالمي كهذا المركز تؤكد اهتمام مملكة البحرين بطاقات شباب البحرين المبدعة في مختلف المجالات بما فيها مجال تقنية المعلومات والبرمجيات يحيى العمري لمركز الأخبار تلفزيون البحرين